أطلقت مؤسسة وثيقة وطن كتاب الأسير المحرر الشهيد متحة الصالح ابن الجولان العربي السوري المحتل في ذكرى مرور سنة على استشهاده برصاص العدو الصهيوني وذلك بحضور رسمي إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين من رفاق الشهيد وعائلة الشهيد وذلك في مكتبة الأسد الوطنية نحن في وثيقة وطن نشعر أن عملنا هو استكمال لعمل المقاومين والأسرى وضباط وجنود الجيش العربي السوري في حماية هذه الأرض لأننا حين نسجل تاريخهم ونتركه للأجيال فنحن نضيء ضروب هذه الأجيال من أجل المقاومة ومن أجل التمسك بالحق ومن أجل عدم المهادنة مع العدو الصهيوني وأيضا كي نكتب نحن تاريخنا بأيدينا وكي لا نسمح لعدونا أن يشوه هذا التاريخ وأن يشوه ما قامت به هذه الشخصيات من بطولة وإباء واعتزاز بالأرض والعروبة والمستقبل وعرض خلال الفعالية فيلم الأسير المحرر الشهيد متحة الصالح من تنفيذ وإعداد مؤسسة وثيقة وطن بالتعاون مع فريق من خرجي كلية الإعلام بجامعة دماشق حيث روى الفيلم قصة صمود الشهيد وتشبعه بروح المقاومة والانتماء للوطن منذ صغره ومعاناته مع الأسر واستمرار نضاله من خلال لقطات من مقابلات التوثيق التي أجراها الشهيد مع مؤسسة وثيقة وطن كما قدمت النسخة الأولى من كتاب الأسير المحرر الشهيد متحة الصالح ابن الجولان العربي السوري لعائلة الشهيد في ختام الفعالية الكتاب الذي أضاء على الجولان وأهله وعلى قضية الأسرى والمعتقلين وحوادث حياتهم بحلوها ومرها عبر سردان توثيقيا على لسان الشهيد متحة ومن خلال الوقوف على أبرز محطات حياته التي قضاها في النضال والصمود دفاعا عن القضية اشتركوا في القناة